اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائل المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج يعني أنتم متعودين دائما نحن نقول أن هذا البرنامج منكم وإليكم والسلام عليكم فهذا البرنامج يا جماعة الخير نستقبل في اختراحاتكم ولاحظاتكم وآراءكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام أيضا يعني نحاول قدر الإمكان أن نطلعكم على الجديد والمتجدد في القطاع الصحي هذا الأسبوع نحن يعني بالتوازي مع معرض جايتكس 2016 عندنا مسابقة يومية سؤال حلقتنا اليوم ما خليش ويا عام أي حد فيكم يذكر أي من الخدمات اللي تعرضها هيئة الصحة على منصتها المشاركة في جايتكس 2016 عطوني أي خدمة أو أي شغلة الهيئة تعرضها في منصتها أنزين؟ اكتب اسم الإجابة مع الاسم الثلاثي ورسله على 4006 مجرد ما تكتب اسم الخدمة بتدخل معانا السحب على ساعة أبل مقدمة من هيئة الصحة بدبيبي يعني مناسبة جايتكس 2016 فأهلا وسهلا بكم مرتين أخرى مستمعين الكرام وأيضا عشان الجماعة عصبوا علي فأقول كل الشكر حق فريق الإعداد بقسم الإعدام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي وشكرا للمنسقة شواق مسعد بما أنا ما تكلمت وبس وكل الشكر حق مخرجنا أيضا سرحيل وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العليم طبعا قبل أن أخذكم في تفاصيل هذا انتبهوا للخبر لبقراء أول خبر هيئة الصحة بدبي تطرح حزمة من الخدمات والتطبيقات الذكية التنافسية لجمهور المتعاملين شهدت منصة هيئة الصحة بدبي فاليوم الأول لها من معرض جايتكس 2016 إقبالا لافتا من قبل رواد المعرض والمسؤولين والمستثمين والمتخصصين وجمهور المتعاملين ممن أقبلوا على المنصة للتعرف على مجمل الخدمات والتطبيقات التنافسية التي توفرها الهيئة لأفراد المجتمع ولسيما آخر التطبيقات الذكية المبتكرة لنظام تسجيل وفحص الدم والتي ستكون في منتناول جمهور المتعاملين وخاصة الراغبين في التبرع بالدم خلال الفترة المقبلة ووفقا لما انتهت إليه هيئة الصحة بدبي حول تطبيق التبرع بالدم فسوف يكون مغدول كل المتبرع تسجيل بياناته ومعلوماته المتصرة بتاريخه الصحي على التطبيق الذكي مخصص لذلك ومن ثم تحديد يوم التبرع بالدم المناسب له في الوقت نفسه سيتمكن متبرع من الحصول على المعلومات المهمة عن صحته ولياقته من خلال رسائل نصية التي ستحمل له رسائل الشكر والتقدير وطبعا ما فيه يعني أكبر من مسألة أن واحد يتبرع بدم هذه أننا دهما نقول أن هذه قمة الإنسانية أيضا في الوقت نفسه تعرف رواد جايتكس إلى باقة الخدمات والتطبيقات الذكية المتخصصة والتي شملت برنامج قياس الأداء المؤسسي الثيرمومتر الذي يعد أحد أهم الحلول الذكية المبتكرة التي تتسم بشفافية والوضوح والدقة أيضا طلع الزائرون على الخطوات التنفيذية التي بدأتها على مستوى انتاج واستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد الطباعة ثلاثية الأبعاد يعني الثيرمومتر والطباعة ثلاثية الأبعاد وذلك من خلال أولى آلات الطباعة التي استعانت بها هي الصحة ومجموعة من المجسمات ثلاثية الأبعاد التي تم انتاجها لأعضاء وأجهزة حيوية داخل جسم الإنسان من القلب الكبد الشرايين جمجم الفك وما إلى ذلك من إمكانيات هائلة توفر هيئة الصحة من خلال هذه التقنية الحديثة في الوقت نفسه شهد الجناح هيئة الصحة بمنصة دبي الذكية إقبالا ملحوظة من الرواد الذين طلعوا على العديد من المميزات التي توفرها تطبيقات الهيئة الذكية مثل تطبيق طفلي وحياتي وجهاز الفحص الذاتي سلمت وروبو دوك دبي ونظام متابعة وإدارة الحالات الحارجة في المستشفيات فضلا عن عرض ما تم على مستوى نظامي سلامة ونابض يعني قلنا ثرمومتر وقلنا وايد أشياء وقلنا سلامة ونابض ما أدري بعد شيء أكثر عن شيء أوضح عموما كانت هيئة الصحة بدبي قد استقبلت رواد معرض جايتك 2016 بفرق متخصصة من الأطباء والفنيين التي قدمت شرحة مفصلة عن مجمل الخدمات والتطبيقات الذكية كما أوضحت سبل الوصول إلى الخدمات والتطبيقات وطرق الاستفادة استفادة جمهور المتعاملين وأفراد المجتمع من الخدمات المتوفرة إذن اللي نذكركم بسؤال المسابقة ولا نقرأ خبر في عندنا وقت نقرأ خبر ثاني صح؟ طيب في خبر يقول لا تتناول العشاء بعد السابعة مساء حذر أطباء من أن تناول وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل يضع الملايين من البريطانيين في خطر المعاناة من الأزمات القلبية ولفتوا إلى أن تناول وجبة العشاء في غضون ساعتين من الذهاب إلى الفراش يمكن أن يترك الجسم في حالة أغهب قصوى ما يؤثر في ضغط الدم ويزيد الخطر على القلب وأوصل خبراء بأن البالغين يجب أن يأكلوا بشكل مثالي وجبة العشاء قبل الساعة السابعة ليتاحة الوقت للجسم للراحة وحذروا من أن تناول الطعام في وقت متأخر يزيد من الأضرار التي تصيب القلب مقارنة بوجود كميات عائلة من الانديبندت من الملح ووفق ما ذكرته صحيفة الديلي تيليغراف ونقله عنها موقع صحيفة ودرس الباحثون حال أكثر من 700 رجل وامرأة يعانوم ارتفاع ضغط الدم لتحديد الفرق بين عدد مرات تناول الطعام والتساق نظامهم الغذائي على صحتهم وتبين أن تناول العشاء لديه تأثير جوهري على ضغط الدم خلال الليل وقالت الصحيفة أن تناول الطعام يشجع إنتاج هرمونات التوتر مثل الأدرنالين ما يمكن أن يؤثر على إيقاعات الساعة البيولوجية من جهتها قالت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في روما يجب أن نحدد التردد المثالي وتوقيت وجبات الطعام لأن كيفية تناول الطعام مهم بقدر نوع الطعام الذي نأكله أتذكر على ضوء هذه الخبر أتذكر حد الأطباء كان يقول إذا كليت يعني بعد الساعة عشر تم واعي لا ترقد أرقد الساعة ثلاثة إن شاء الله أرقد أربعة بس لا ترقد من بين الأشياء اللي كان يقولها فما أدري يعني هذه دراسات قائمة بس شو عن الغداء الواحد لما يأكل صراحة خاصة من يدي الوالدة تقول حاطة مسكنات في الأكل تطيح شيء ترقد ما تروم تنشفن على الغداء عموما مستمعين نذكركم بسؤال مسابقة اليوم اذكر أي خدمة من الخدمات التي تعرضها هيئة الصحة عبر منصتها في جايتكس 2016 أي خدمة من الخدمات مع الإسم الثلاثي أنزين وإن شاء الله يا رب تدخلون السحب معانا في نهاية الحلقة على ساعة أبل مقدمة من هيئة الصحة بمناسبة يعني انطلاقة جايتكس 2016 بعد الفاصل ما نتكلم عن يعني واحدة من المشاريع الجميلة التي يتم عرضها على جايتكس ما نستضيف معانا كذلك يعني الحديث عن هذا الموضوع دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي اللي حاب يتداخل معانا حول أي موضوع يخص بنتكلم طبعا عن هذا الموضوع بعدين ما نفتح المجال لاستقبال اتصالاتكم حول موضوع التأمين الصحي اللي عنده أي استفسارات وإن شاء الله يعني بخبركم مفاجأة بعد الفاصل دكتور وعدنا إياها إن شاء الله ونخبركم يا بس خلني استشير قبل هل أقول ولا ما أقول عموما فاصل وما نرجع لكم لا تنسونا رقام التواصل معنا على 4006 بالنسبة للإجابة على السؤال أو إذا عندكم أي استفسارات أخرى ممكن نحن نحولها أيضا 600551414 للاتصال على والمشاركة حول هذا الموضوع فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أنا طبعا ما بأخذ وقت وايد في المقدمة قلنا لكم قبل الفاصل بيكون معانا إن شاء الله دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي ما نتحدث عن النظام نظام التسجيل الذاتي لسعادة ها دكتور صباحك الله بالخير الله بالنور وسرور مشكورين خوة محمود وبرنامجك دائما مميز ما شاء الله طبعا من ضمن الخدمات الذكية اللي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض جايتكس هو آلية التسجيل الذكي لبرنامج سعاد كان موجود طبعا سمو الشيخ حمدان بن حمد براشد المكتوم البارحة وتم استخدام الآلية الأول مرة بشكل رسمي والحقيقة بالآلية هاي راح تكون في منصات تسجيل متواجدة في جميع الأماكن اللي هي تعتبر فيها عدد كبير من الأفراد يكونوا متواجدين مثلا المراكز التسوق أو مستشفيات هيئة الصحة أو غيرها وللراغبين في التسجيل في برنامج سعادة من المواطنين في إمارة الدبي ببساطة ياخذ بطاقة الهوية يحطه في الجهاز يأكد على بياناته يحط رغم التيلفون والإيميل وهي مهمة جدا بيانات التواصل مع الفرد جدا مهمة بالنسبة لنا لأنه يتم التواصل بشكل متواصل مع الأفراد طبعا ومن ثم يأكد التسجيل وفي خلال أقل من دقيقة يصبح مسجل في البرنامج بآلية إلكترونية تماما كذلك تم أطلاق البارحة منصة التطبيق الذكي للبرنامج أطلق مع بداية البرنامج لكن أنضيف فيه على طول الكثير من الخدمات الخدمة اللي تم أطلاقها البارحة كذلك هي عملية تقييم لزيارات الأطباء والمستشفيات يعني بعدما تزور الطبيب أو تزور المستشفى على طول تدخل على التطبيق الذكي وتقيم الزيارة هاي جميل دكتور أنا بس خلني أذكر المستمعين بالسؤال وأنا هذا الموضوع بأخذه بالتفصيل سؤال حلقتنا اليوم يا جماعة الخير خبرونا أي خدمة تعرضها هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في معرض جايتكس 2016 أي خدمة على صفر أربع صفر لا أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة وأبتتمنى الإسم الثلاثي وإنتوا تطرشون الإجابة دكتور أنت ذكرت يعني نظام التسجيل الذاتي قبل كيف كانت الآلية وكيف صارت يعني صارت على نظام تسجيل واحد بروح يخلص لهذا بضبط والشغلة الثانية اللي ذكرتها وايد مهمة أن الواحد ممكن يقيم زيارته لأي عيادة بعد استخدام التأمين ماله وكيف طبعا الحقيقة بعدما يزور الطبيب أو يزور المستشفى تي رسالة من البرنامج تطلب منه تقييم الزيارة اللي حصلت وحتى من غير ما تي رسالة هو ممكن يدخل من خلال التطبيق الذكيلي هو طبعا موجود على الأبل ستور وعلى جوجل بلاي اللي هو سعادة سعادة بالعربي س ا ا ا د ا وذا كتب العربي سعادة تطلع له أظن تطلع عنه طيب يوصل للتطبيق الذكي حتى ممكن يرجع للزيارات السابقة يعني مثلا أنا زرت الطبيب من حوالي شهرين أو ثلاثة وما كنت يعني مرتاح وايد في الزيارة هاي كان عندي بعض الملاحظات يقيم الشخص الزيارة على مقياس من واحد إلى خمسة إذا كانت تقييم واحد أو اثنين يذكر لنا شو جهة الخلل اللي كانت موجودة في الزيارة أو شو الجزء من الزيارة هاي اللي هو ما كان راضي عنه هل هو متعلق بالعلاج الطبي هل هو متعلق بالمستشفى نفسه بطريقة المعاملة أشياء مختلفة وبعدين في عنده مكان يضيف فيه تعليق ولازم يعطينا التعليق لأن الهدف من هاي العملية طبعا زيادة مستوى الخدمات الصحية وجودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي بشكل عام ولا المواطنين في برنامج سعادة بشكل خاص إذا كان التقييم واحد أو اثنين من خمسة تتسجل عنا في السيستم عملية التقييم هاي ككمبلين كشكوى ينظر فيها فريق العمل ونشوف ليش كان مستوى الزيارة هاي متدني ومستوى الخدمة هاي متدني وكيف احنا نقدر نطور الخدمة هاي مع مقدمي الخدمات طبعا اللي هم في القطاع الخاص بشكل مباشر إذا كان تقييمه ثلاثة أو أربعة أو خمسة ممكن على الأغلاء يخبرنا كيف ممكن تكون الزيارة أفضل أو شو الأمور طيبة اللي كانت في الزيارة هاي وبالتالي عملية التواصل مستمر مع الأفراد لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من البرنامج طبعا الإجابات كلها صارت أحيانية تسجيل الذاتي لبطاقة سعادة عموما دكتور مسألة جميلة جدا يجب أن نوه النجاح مثل هذه المنظومة تعتمد في الأساس على تفاعل الناس مع عملية التقييم هذه عملية التقييم جدا مهمة اللي مستفيد من برنامج سعادة يعني ينزل الأبليكيشن يجب علينا نزل الأبليكيشن ويتفاعل مع هذه المنظومة ليش؟ لأنها هي بتساعد بشكل وبياخر في تقديم خدمات مستقبلية أفضل وتطوير هذه المنظومة اللي موجودة ويمكن اليوم أول مرة هاي الآلية للتقييم تطلق في أي برنامج تأميني على مستوى العالم كذلك يعني جميع الخدمات الذكية اللي في برنامج سعادة تعتبر متميزة عالميا قليل جدا من البرامج العالمية اللي فيها يمكن وحدة أو اثنين من الخدمات هاي فما بالك في الخدمات جميعا تجمع في برنامج واحد مثل برنامج سعادة الحقيقة التطبيق الذكي أخوي محمود في مجموعة أخرى كذلك من الخدمات يمكن دائما نسمع أحيانا بعض الأشخاص يقولون أنه والله تم التأخر في الموافقة وتأخر البرنامج في إعطاءنا الموافقة على العملية أو على الفحص اللي ممكن يحصل طبعا لما نرجع لكثير من الحالات هاي نلاحظ أن التأخير في الغالب يكون من المستشفى في تقديم طلب الموافقة أو إلى البرنامج لدينا تقريبا 95% من الموافقات خلال ساعة وحدة تعطى وبالتالي 5% فقط اللي تتأخر نتيجة الحاجة إلى معلومات إضافية تطلب من المستشفى مع التطبيق الذكي بمجرد تقديم المستشفى لطلب الموافقة رح توصل لك رسالة وبعدين لما يتم الموافقة بالبرنامج توصل لك رسالة فتعرف بالضبط متى طلبت الموافقة ومتى ثم متى تم الموافقة عليها ممتاز يعني إذا المستشفى سيقول لي أنا شركة التأمين ما عطت الموافقة ولا كذا أقول لي لا أخي أنت ما طررش لها حين بالأمليكيشن يبين عندي عموما بس أذكر بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600551414 بالنسبة للاتصال والمشاركة حول موضوع اليوم وأيضا للمشاركة كذلك أو المشاركة في المسابقة أو المشاركة في موضوع اليوم على الرقم 4006 نتمنى اللي يبعث لنا المسيج يكتب لنا الإجابة نزيل أذكر خدمة من الخدمات التي تقدمها هي تصحها عبر منصتها المشاركة في 2016 يبعث الإجابة مع الإسم الثلاثي على أساس نسهل على المخرج والبرنامج عملية اختيار الفائز دكتور سعادة وإسعاد هناك يعني دائما خلط ما بين الجمهور في المنظومتين شو يعني سعادة وشو يعني إسعاد بشكل مختصر طبعا مثل ما ذكرنا وهاي يمكن نقطة دائما ذكر فيها أعزائنا المستمعين سعادة هو برنامج ضمان الصحي للمواطنين في إمارة دبي اللي يقدم لهم الخدمات الصحية في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص في أي مكان في الدولة وعلى وجه الخصوص في إمارة دبي سعاد هي منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي اللي تعنى بتوفير التأمين الصحي لجميع الأفراد المقيمين في إمارة دبي سواء كانوا مواطنين أو مقيمين والتطبيق الكامل لقانون الضمان الصحي في الإمارة اللي هو القانون رقم 11 لعام 2013 من صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم بما أنه لا نزال نتكلم عن سعادة خلنا أعطيك بعض الأرقام بالنسبة لسعادة اليوم وصل عدد المؤمن عليهم في برنامج سعادة إلى حوالي 107 ألف شخص مستفيد من البرنامج البرنامج يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الصحية على سبيل المثال لحد اليوم في حوالي 8000 مريض دخل المستشفى من خلال البرنامج ما متوسطه 18 مريض يوميا يدخل المستشفى من خلال برنامج سعادة حوالي 4300 عملية إلى الآن يعني متوسط حوالي 10 عمليات يوميا يستفيد منها أو يحصل عليها الأفراد في برنامج سعادة كذلك متوسط عدد المواليد يوميا في برنامج سعادة 2.1 مولود جديد يوميا مع برنامج سعادة وعدد المرضى اللي استفادوا من الزيارات الخارجية للعيادات الخارجية 441 ألف زيارة بما متوسطه حوالي ألف زيارة يوميا للعيادات الخارجية في جميع المستشفيات والعيادات الخاصة ألف زيارة يوميا للمستفيدين من البرنامج البرنامج. مواطنين يمرضون واحد دكتور. يعني طبعا انت اليوم عندك مئة وسبعة الف شخص مستفيد من البرنامج وبالتالي يعني الف من امية الف يوميا هذا يعني معدل جيد يعني والاستهلاك في البرنامج نقدر نقول انه جيد مش مش عالي لحقيقة. جميل. انا بغير بعد اشير لمسألة مهمة دكتور ان عملية تجديد البطاقات الخاصة بسعادة انتو حطيتو آلية عمل جميلة هي اشتراط معين لعملية التجديد. نعم طبعا هذا راح يكون ان شاء الله تعالى من السنة القادمة لسنة 2017 راح يكون التجديد آني راح يتم عملية التجديد مباشرة لكن قريبا جدا راح يبدأ الافراد يحصلون على معلومات تتعلق ببرنامج الكشف المبكر عن الامراض اللي راح يستلزم كل فئة عمرية حسب الفئة العمرية او حسب التاريخ المرضي انه تعمل بعض فحصات الكشف المبكر وهذه طبعا تساهم جدا في عملية التعرف على لا سمح الله اي امراض مستقبلية والتعامل معها بشكل يعني مختلف تماما بحيث ان احنا نقلل من امكانية حصول المرض في المرحلة الاولى او اذا اكتشفناه بشكل مبكر بالتأكيد نقلل من مضاعفاته يعني اليوم مرض السكري مثلا اذا تم اكتشافه بشكل مبكر يعيش الشخص حياة تقريبا تعتبر طبيعية وكذلك ما يحصل على المضاعفات اللي ممكن تأتي مع مرض السكر بينما في كثير من الحالات اذا لم يتم اكتشافه مبكرا يمكن ان يكتشف مرض السكري بالمضاعفات يعني احصل مبكر مجانا دكتور طبعا كله مشمول في البرنامج مشمول البرنامج ممكن يروح اي مركز من مراكزنا الصحية بالضبط ويحصل على سواء في الهيئة او في القطاع الخاص ويحصل على الفحوصات المختلفة اللي يوفرها البرنامج طبعا حسب الفئة العمرية وحسب التاريخ المرضي وحسب حاجة الشخص للفحوصات هاي هذه بس لسعادة بالنسبة عموما البرامج الحكومية توفر الحقيقة عملية الكشف المبكر حتى برنامج عناية وغيرها من برامج الحكومية التابعة لحكومة دبي توفر الكشف المبكر حتى بالنسبة لبرامج التأمين الخاصة احنا ادرجنا من ضمن الباقة الاساسية عملية الكشف المبكر على مرض السكر باعتبار السكر احد الامراض المهمة واحد الغايات الاستراتيجية هو التقليل من تأثير مرض السكر على الامارة بشكل عام جميل دكتور في شيء بتضيفه على السعادة قبل انطلع فاصل على السعادة يمكن خلأ اذكر لك بس وحدة من الخدمات اليديدة اللي تم اضافتها اللي هي ما يسمى بالانسلين بامب او مضخة الانسلين وهاي بالنسبة للأفراد اللي يعينون من النوع الاول من السكر الحقيقة يعني كانت بعض الحالات جدا مؤثرة كان في وحدة من الخوات المواطنات حط جنططة في السيارة لانه يتعرف كل اربع الى خمسة ايام تدخل المستشفى اتيها ازمة السكر لان النوع الاول من السكر طبعا يعتمد على الابر وفي بعض الاشخاص يكون عملية السيطرة على مستوى السكر سواء من ناحية الارتفاع او الخفاض صعبة جدا وبالتالي هي عارف عمرها الادمشن باق مالها موجودة في السيارة كل اربع الى خمسة ايام هي تدخل للمستشفى تترقد لها كم يوم يضبطون لها السكر وتطلع وهذا الشي صار لها على هالحال سنين بمجرد ما بدينا معاها مضخة السكر توقفت عند الدخول للمستشفى تماما وبدأت تعيش حياتها بشكل طبيعي مضخة السكر هذي الجهاز اللي دي الجهاز اللي يفحص لا هذا اللي هو جهاز الفحص كذلك جهاز اخر لكن مضخة السكر هي تراقب مستوى السكر في الدم ومن ثم تضخ النسبة الصحيحة من مادة الانسولين بشكل مستمر جميل دكتور اذا مستمعين كنا نتحدث عن المنظومة التأمين الصحي لمواطني مارة دبي اللي هي سعادة ما ننتقل ان شاء الله بعد الفاصل لمنظومة اسعاد هي منظومة التأمين الصحي في وايد اشي المهلبة يعني بدت خلاص يعني جريبة جريبة بتكون في غرامات ها زي هي ونتقولهم غرامات يرقبون دكتور لكن عموما نذكر بالاجابة او بسؤال حلقتنا اليوم اذكر خدمة من الخدمات التي تقدمها هي تصحة بي دبي خلال مشاركته في جايتكس 2016 على الرقم 4006 هناك ساعة ابل تنتظركم الاجابة على الرقم 4006 المشاركة في برنامجنا بعد الفاصل على 600551414 لأي استفسار او اي سؤال حول منظومة التأمين الصحي اسعاد فاصل وما ارجع لكم أسعد الله وقاتكم مرة اخرى مستمع الكرام حياكم الله معنا في الجزء الخير من برنامجكم صحة وسعادة نذكركم بسؤال مسابقة اذكر اي من الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بي دبي خلال مشاركتها في معرض جايتكس 2016 الاسم الثلاثي مع الاجابة على الرقم 4006 ايضا اللي حاب يشارك معنا في موضوعنا اليوم عن الموضوع اللي نتحدث فيه هو موضوع الضمان الصحي او التأمين الصحي وايضا وفقا للقرار المجلس التنفيذي للمارة دبي رقم 7 لسنة 2016 الذي اصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد المكتوم لعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي سيتم تنفيذ احكام القانون رقم 11 سنة 2013 بشأن الضمان الصحي وتأكيد وضعها موضوع التنفيذ ها دكتور صحيح خبرنا شو اللي يديد في هذا المجال والله احنا طبعا في الفترة هاي شغالين بشكل كبير على زيادة الوعي باهمية التأمين الصحي مثل ما يمكن تكلمناك هذا مرة ما نبالناس تنتظر عملية الغرامة والخلاص الغرامة هي اللي تجبر على عملية انه يسجل وانه ينضم لبرنامج التأمين الصحي التأمين هو حماية للفرد قبل لا يكون حماية للعامل أو مثلا للمستفيد من التأمين الصحي نشوف الكثير من الحالات دايما يمكن اعتقد بنحاول نجهز ان المجموعة من الحالات كذلك تكون متواجدة معنا بالبرنامج يمكن الاسبوع الياه أو اللي بعده يمكن كان واحد من شباب المواطنين اللي فعلا استجاب للنداء هذا وخذ باقة التأمين بالنسبة للخدم الموجودين عنده وسبحان الله بعدها بأسابيع قليلة الكلام هذا من حوالي ثلاثة واربع تيام كانت عنده الخادمة تعبد فجأة تعب شديد وتم نقلها إلى العناية المركزة ووصلت فاتورتها الحين جريب حوالي 95 ألف درهم طبعا التأمين تكفل بشكل كامل بالعلاج هو ما دفع غير المبلغ الأساسي اللي دفعه في البداية للباقة ونسبة المشاركة في العلاج عبارة عن 500 درهم وتحمل التأمين كافة تكاليف العلاج وبالتالي اليوم يثبت التأمين الصحي دوره في حماية الأفراد في حماية العامل في حماية رب العمل في حماية الكفيل من الضرر المادي نتيجة غياب التغطية التأمينية وفي المقابل في كثير من الحالات الأفراد اللي يتأخروا في شراء التأمين وتكفلوا مبالغ كبيرة فالغرامة الحقيقة لازم ما تكون هي الدافع الأساسي لعملية الحصول على التأمين الصحي هذا أعتقد مشروع جدا مهم بالنسبة لجميع أفراد المجتمع ونحن ندعو أفراد المجتمع إلى التعاون معه وإلى الحصول على التأمين الصحي والله دكتور نحن نحن نحطينا هذه المسابقة شو محاق قام يستلع موضوع الحلقة اليوم كلما يجابون على هذا ويكتبون لي ممكن تعييد السؤال مسابقة السؤال مسابقة يقول نذكر أي من الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة عبر مشاركتها في جايتكس 2016 أي خدمة مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006 دكتور يعني المهلة شارفت على الانتهاء نذكر بس المستمعين بالطريقة اللي ممكن يأمنون فيها الخدم عندهم خاصة أن نحن نتحدث عن المهلة الخاصة بالأفراد صحيح فالكل ملزم بأن أي شخص موجود عنده القانون يلزم صاحب العمل صحيح أو الكفيل أن يقدم الخدمات العلاجية لهذا المكفول إذا أنت ما أمنت بتدفع من جيبك صحيح وهذا الشي حاصل ونشوفه بشكل يومي كثير من الأفراد اللي يتخروا للأسف يتكفلون مبالغ كبيرة نتيجة تأخيرهم في الحصول على التأمين الصحي طبعا الباقة الأساسية في إمارة الدبي لفئة العمالة تقدمها تسع شركات اللي هي عندها صلاحية تقديم الباقة الأساسية لفئة العمالة في إمارة الدبي الشركات التسع هاي بنتكرها أكسا تكافل الإمارات دار التكافل أرب أورينت شركة راس الخيمة للتأمين ضمان شركة عمال للتأمين متلايف أليكو والشركة الوطنية للتأمين أن جي آي أي وحدة من التسع شركات هاي تقدم الباقة المعتمدة من هيئة الصحة حسب القانون لفئة العمالة وتتراوح أسعار الباقات هاي من 550 إلى 650 درهم للشخص سنويا وباختلافات طفيفة ما بينها كالشركة تحاول أنها طبعا تكون منافسة في تقديم الأفضل وهاي الباقات تضمن لجميع المستفيدين منها عملية زيارة الطبيب التحويل إلى الأخصائي الدخول إلى المستشفى جميع العمليات الجراحية الضرورية باقة الحمل والولادة والحالات الطارئة المختلفة وبالتالي هي باقة حماية تحمي الأفراد وتوفر لهم الخدمات الصحية الأساسية جميل دكتور أذكر عندكم مبادرة جميلة أنتم سويتوها من فترة يعني آخر مرة استضافتك فيها قبل العيد قبل العيد أظنني صحيح تكلمت عن أن الإدارة قامت بتنظيم مجموعة ورش في أماكن معينة خاصة من المستشفيات الهيئة كنتم تروحون للناس والشركات هذه تكون موجودة نعم صحيح بالتأكيد الحقيقة كان في مجموعة من شركات من المشاركة في الباقة الأساسية متواجدة في الكثير من المرافق هيئة الصحة في دبي كذلك رح نستمر في هذه التواجدات ورح إن شاء الله تعالى في عملية تنسيق حاليا مع مجموعة من الدوائر الحكومية في إمارة الدبي للتواجد في مقرات هذه الدوائر إن شاء الله تعالى بحيث يمكن للمراجعين سهولة أو لأفراد المجتمع سهولة الوصول إلى الشركات هاي بالإضافة إلى ذلك في الموقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو community.isad.ae فيه عليه مجموعة كثيرة من الباقات وشركات التأمين اللي ذكرت أغلبيتها كذلك ممكن تشتري الباقة هاي أونلاين يعني مجرد بس بالأونلاين وتحط المعلومات الأساسية المطلوبة نعم بالضبط فاليوم كثير من الآليات الحصول على التأمين الصحي وإحنا طبعا راح نكثف عمليات زيادة الوعي بأهمية التأمين وكذلك بقرب انقضاء الحد الأدنى أو اللي هو المرحلة النهائية بالغرامات دكتور خلنا ناخذ هذه المداخلة من عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن واختصر الله يخليك ياهلا تفضل يا سيدي صوت الإذاعة عبد الرحمن الله يسلمك الله أحبكم بالنسبة لموضوع عبد الرحمن وطيلي على صوت الإذاعة بارك الله فيك واسمعني من التارفون بس لعشان الصدق يا زاك الله خير تفضل يا سيدي الغالة الله يحبك بالنسبة للتأمين طبعا أنا لا أجده مبرران لكن هذا الواقع كثير من الناس وغلط من عنده عوار في وقت حساس كهذا الوقت الوقت المدارس والجامعات والكذا البعض من الناس لم يبادر ليس تكاثره ويملك ولا يريد إنما لاجتماع ظروف كثيرة التهل كل ما قد يدخل عليه أنا أعذر هؤلاء الناس وأتمنى الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الجامعة الأمر الثاني من خلال تجربتي حقيقة أنا أفق بخدمات الحكومة كل الشقة وأنا مهمة من الحكومة فضل الله عز وجل أنا ونصف عائلتي عبد الرحمن سؤال الأول واضح اختصر لي الله يخليك نعم أتمنى أتمنى أن يعني نحن نجد من نفس الحكومة من تبيع تأمين يكون بمستوى الخدمات التي نأخذها نحن كم موظفين حكومة هذا يوجد من نفس الحكومة أن يخدم تأمينا واضح السؤال شكرا عبد الرحمن دكتور بختصر خلال نجاوب على أبيل الرحمن سؤال الأول كي يتحدث على الوقت أبدأ بالجزء الثاني يمكن من سؤاله بالنسبة طبعا اليوم حكومة دبي هيئة الصحة في دبي هي تدير منظومة ضمان الصحي في إمارة دبي وبالتالي من خلال قانون ضمان الصحي تبين ما هي الخدمات التي يجب أن تكون مغطاة في الباقة الأساسية للضمان الصحي في الإمارة وبالتالي تم ترخيص شركات التأمين لتقديم الباقة هاي المتوافقة مع القانون واللي تراقب تقديمها هيئة الصحة في دبي ومسؤولة بشكل كامل عن التأكد من حصول الأفراد على التأمين الصحي ومن حصولهم على حقوقهم الموجودة في البوليسة هاي وطبعا دائما على تواصل مع الجمهور إذا فيك أي شكاوي أو أي شخص لم يحصل على حقوقه حسب البوليسة يتم تدخل من فريق الهيئة مباشرة والتعامل مع شركة التأمين اليوم إمارة تدبي تجذب الاستثمار في القطاع الصحي الحكومة مش محتاجة أنها تعمل شركة التأمين فيه عندنا سوق تأمين ناضج في إمارة تدبي عندنا اليوم ترخص الهيئة 48 شركة تأمين عامة لتقديم التأمين الصحي في الإمارة من ضمنها 9 شركات متخصصة في الباقة الأساسية حجم السوق كبير بما فيه الكفاية وفيه القدرة الكافية والكفاءة المطلوبة لتقديم الباقة هاي تحت رقابة الحكومة وبالتالي التأكد من المخرجات هو دور هيئة الصحة بدبي قبل أن نروح على السؤال الأول ما العبد الرحمن بعد هذه بس تأكيد لأنه عبد الله كاتب هل تتأكدون المستشفات لا تقوم بالتلاعب والاستقلال بطاقات التأمين الصح لزيادة رسوم العلاج وتحميل الحكومة مبالغ كبيرة تجاوبك؟ هاي عملية طبعا هاي متابعة دائمة بالتأكيد حتى لو كان في حالات احنا دائما نطلب من الأفراد المجتمع التواصل معنا وإبلاغنا بها لكن في فرق الحقيقة انسبكشن وفرق متابعة متواصلة سواء من خلال البرنامج الإلكتروني أو من خلال الزيارات المفاجئة أو الزيارات الميدانية لمقدمية الخدمات الصحية دائما التأكد من مصداقية العمل اللي يقدر لمكان على منظومة سعاد دكتور أصلا التقييم الذاتي هذا يساهم بشكل كبير في هذه المسألة طبعا بالنسبة لسعادة حاليا التقييم الذاتي راح كذلك يعمم الشيء هذا بالنسبة للجميع نعم بالتأكيد إن شاء الله تعالى حتى بالنهاية راح يكون على الموقع الإلكتروني للهيئة مؤشرات الأداء بالنسبة للمستشفيات والعيادات وهذه العملية شوف نسألك بسرعة دكتور عشان الوقت قاعد يخلص نقطة أخيرة لسؤال الأخ ذكر بالنسبة لتقديم الخدمات في هيئة الصحة كثير من شركات التأمين تغطي طبعا هيئة الصحة ضمن شبكة مقدمية الخدمات وبالتالي يمكن الاستفادة كذلك من مستشفيات وعيادات هيئة الصحة تحدث عن الوقت وليش هذا الوقت وفي ظروف الناس والله إذا كان الوقت هذا يمكن صعب لبعض الأسر فبالتأكيد راح يكون لا سمح الله العوز والحاجة اللي ممكن تكون فيها الأسر هذه نتيجة حاجتها لدفع التكلفة الكاملة للعلاج أكبر بكثير من مبلغ التأمين اللي اليوم تبدأ أسعاره من 550 دراهم للشخص في السنة لكن في المقابل نشوف للأسف عدد كبير من الأفراد يضطرنا في النهاية يدفع عدد كبير من آلاف الدراهم اللي هي ممكن فعلا تعمل هزة للعائلة في هاي الظروف وفي هاي الوقت اللي هو صعب صحيح إذن عندنا تغريبة ديكتين ومنوقف الإجابات دكتور خلنا نروح معاك على جاي تيكس موجود فيصل معانا على الهوى فيصل بن فارس زميل هناك عند تغطية لي جاي تيكس فيصل ثلاث دقائق لا أقل ولا أكثر صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور والسرور سعد الله صباحكم دور السرور صباح المجتمعين طبعا بالأمس شرفنا صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي بزيارة منصة هيئة الصحة بدبي والحقيقة يعني أنا كنت حاضر هذه الزيارة وكان جدا سعيد لما يعني شاهده من تطور في الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة وأثنى على العاملين وشجعهم على الاستمرار بنفس الوثيرة ووثيرة أكثر أيضا الحمد لله أيضا بعد كان أمس كان فيه قبال كبير من الحضور إن كانوا مشاركين في المعارض اللي جمنا وأيضا من الزوار الأمر الذي يعني يدل على أن هناك فيه ثمان كبير للأمور الصحية والطبية التي تقدمها الهيئة وأيضا كان بالأمس أيضا كانت عندنا عيادة ذكية بخصوص البيتامينات وأيضا مدام الدكتور حيدر اليوسف عندك تربعة عندنا اليوم عيادة ذكية في موضوع التأمين الصحي إن شاء الله نقدر مع الدكتور حنان نغطي جانب إن شاء الله من الموضوع إن شاء الله اليوم هلو؟ هلا فيصل سامح لا فعليك يعني هذا بشكل مقتضب عن الذي حدث بالأمس واليوم إن شاء الله فيه نتوقع أيضا عدد كبير من الزائرين إن شاء الله بيزورون منصتنا أنا كان ودي أني أخذ أحد الضيوف عندي ولكن لضيق الوقت إن شاء الله منحاول نجيب لكم يا للستيديو لإستفريط الضوء على استراتيجيات الهيئة وإنخطة المستقبلية والمبادرات إن شاء الله للسنوات القادمة يزاك الله خير فيصل سامحني أنا ضيقت عليك بالوقت بس لأنه عندي متموعة اتصالات ومداخلات وكذا فما أبغي أعطي فرصة أكبر للمستمعين يزاك الله خير لا في مشكلة إن شاء الله مشكور مشكور جناح هيئة الصحة المشارك في المعرب دكتور السؤال إذا الزوجة والأبناء عندهم تأمين عن طريق عمل الزوجة هل يجوز أن أعمل لهم بطاقة تأمين السعاد عن طريق عملي كوني موظف في شرطة دبي؟ طبعا إحنا من ناحية اللوائح أهم شيء بالنسبة لنا كهيئة الصحة عدم الجمع ما بين أكثر من تأمين صادر من حكومة دبي يعني اليوم إذا عندك مثلا برنامج عناية من حكومة دبي أو برنامج المظلة أو غيره ومن ثم تحاول تقدم على برنامج سعادة البرنامجين تدفع تكلفتهم حكومة دبي وبالتالي هذا يعمل نوع من الازدواجية أما بالنسبة لبرامج التأمين الخاصة إذا كان هذا استحقاق للموظف وإذا كان حاب الموظف يحتفظ بباقتين تأمين مثلا للزوج تعطي الأبناء وبالنسبة للزوجة كذلك تعطي الأبناء وإذا كان في حاجة للموضوع هذا قانونا ما في شيء من على عملية هاي لأن احنا دائما نشجع طبعا على عملية منع الازدواجية لأن ما في داعي يعني للازدواجية هاي أما بالنسبة للبرامج الحكومية فهذا شيء غير جائز طبعا ويعتبر مخالفه جميل دكتور هناك طلب بإعادة تسماء الشركات اللي تقدم الخدمات اللي هي يعني قولي إذا لا سامي صح ولا لا أكسا الخليج للتأمين تكافل الإمارات دار التكافل أورينت أورينت للتأمين شركة راس الخيمة للتأمين شركة الضمان للتأمين شركة عمان للتأمين شو هي الشركة بعد؟ متلايف اللي هي الشركة الأمريكية للتأمين بالضغط والشركة الوطنية للتأمين هذه الشركات دكتور وأرقام هواتفها موجودة ونحن كذلك ما نعلن عنها إن شاء الله أشواخ ذكريني بس أخبر أسمة حط الشركات هذه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا دكتور ناخذ اسم الفائز تسويتم السحب ولا بعدكم إلي ما يطلعون اسم الفائز أرسلت لك رسالة ذكرت فيه عن حاجتنا لمركز أبحاث أسواب الدول المتقدمة لدراسة الأمراض المنتشر وأسوابها مادة انتشار وكيفية قضاء عليها دخلت لموقع الهيئة في دبي وموقع وزارة الصحة ولم أجد بحثا واحدا عن الأمراض المنتشرة في الدولة كالسكري والسمنة بين أطفالنا أو أمراض القلب ولم أجد حتى صفحة واحدة لتوحية أفراد المجتمع من هذه الأمراض بعبدالله عطني إيميلك الله يخليك أنا بطرش لك هذه اللينك أنا بطرش لك لين عندك هذه الأبحاث منشورة يعني أنا لما أقول لك هذا الكلام ترى ما أقوله على أساس أني أنا مو متأكد من المعلومة وشي لا هذه الأبحاث منشورة موجودة عطني إيميلك الله يخليك أشواك خذي تلفون ريال واتصري فيه خذي إيميلك وأنا ببعث له هذا إذا الموضوع وايد يهمك بس أنا ما أدري في شوبة تستفيد منه اللي يبقى أنه كنتم مش متخصص أو باحث في هذا المجال عادة نوم الإعلاميين والصحفيين يستلمون هذه التقارير دكتور يشوفون الأرقام يشوفون الأرقام وهذه الأرقام أصلا محدثة إيمارة دبي قائمة دكتور يعني في دائرة تحصاء كاملة هذه تقوم بدراسة هذا وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال نعم صحيح واليوم عن نحن النظام الإلكتروني كذلك للتأمين الصحي اللي يراقب جميع المعاملات اللي تحصل في التأمين يعطينا بيانات دقيقة جدا عن الاستهلاك حتى كمثلا يعني تعرف مثلا السنة اللي طافت إمارة دبي صرفت 35 مليون درهم على دول بروفين نعم مثلا صرفت حوالي 745 مليون درهم في علاج السكر صح فالأرقام هاي اليوم موجودة عندنا بآلية إلكترونية وعملية اتخاذ القرار وعملية التخطيط للخدمات الصحية تتم بشكل متواصل وود دكتور أعلنت حتى في مؤتمر صحفي وأعلنت يعني كذلك في جايتكس الماضي ولي كان صحة العرب مؤتمر صحة العرب فهذه الأرقام موجودة بعبد الله يعني مع احترام أسألة أن توفير مركز أبحاث أسفل الدول المتقدمة ترى نحن دولة متقدمة مع احترام الشديد لأي راي آخر في هذا المجال الحمد لله نحن بفضل قيادة رشيدة حكيمة يعني سوري طفنا العالم كله دكتور اليوم نعم بالتأخير طفنا العالم كله يعني الخدمات الموجودة عندنا ما شفناها برا هي متواصلة يعني مش أنه بحث واحد ينشر هو عملية اللي هما يسمى اتخاذ القرار بناء على الدليل العلمي هي عملية متواصلة عملية تنسيق أي خدمة يديدة أي برنامج جديد على طول يكون يستقي على الأدلة العلمية المتوفرة بالضب دكتور أنا خلني أعلن عن اسم الفايز من هو الفايز معانا يا جماعة من هو الفايز ها نحضر شوي يا دكتور سامحني بساخذ الاسم الاسم اسم الفايز معانا محمد يعقوب عايل محمد يعقوب عايل ذكر والله ذكر ثلاثة بعد تطبيق طفلي وحياتي وجهاز الفحص الذاتي ألف مبروك لمحمد يعقوب عايل محمد يعقوب عايل ذكر هذه الخدمات وكان سؤالنا يعني يذكر أي خدمة من الخدمات الموجودة في هيئة الصحة فاز معانا بساعة أبل مقدمة من هيئة الصحة في دبي دكتور كلمة أخيرة نمغي نوجهها قبل لا ينتهي البرنامج وببشرهم أنا كل أسبوع يا جماعة الخير خذنا وعد من الدكتور كل أسبوع بيكون معانا في حلقة للرد على السفسارات بالتأكيد طبعا نحن مهم جدا نحن نكثف عملية زيادة الوعي بالنسبة لأهمية الضمان الصحي وعملية التواصل مع منظومة الضمان الصحي والتأكد من تأمين جميع الأفراد المقيمين في إمارة دبي اليوم بحمد الله وصلنا إلى أكثر من 85% من الأفراد اللي يجب تأمينهم في الإمارة إلى حوالي تغريب 3.4 مليون شخص مؤمن عليه في إمارة دبي بحول الله نحاول أن نوصل أكثر ما يمكن إلى جريب الأمية بالأمية إلى مع حلول نهاية العام هذا إن شاء الله تعالى وبالتالي رح يكون في تكثيف العملية زيادة الوعي هذه نقطة مهمة جدا مع تطور مجتمعنا زيادة الوعي بأهمية الحصول على التغطية الصحية المناسبة وكيفية الاستفادة المثلة من هذه التغطية نحن ندعو جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع الموضوع هذا على التواصل الدائم معنا كذلك في الهيئة بالنسبة للإيجابيات والسلبيات وطريقة تطوير المستمر لتجاربهم الصحية شكرا لك دكتور حيدر يوسف مدير إدارة تمويل الصحي في هيئة الصحبة دبي على هذه المجهودات الكبيرة واللي يبغي يتعرف أيضا دكتور بس سؤالي إذا كان الواحد يبغي يتوجه لجايتكس ويسجل في منظومة التسجيل الذاتي ممكن من خلال نعم أريدي أكتف حاليا موجود منصة التسجيل في جايتكس ومن ثم رح تبدأ نشر المنصات هاي من الشهر القادم في المرافق المختلفة في إمارة دبي ممتاز اللي حاب يسجل في هذه المنظومة منظومة سعادة ويسجل تسجيل ذاتي ممكن نتوجه هناك ويسجل بياناته وكلها ما تاخد دقيقة ها نعم صحيح عموما مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم كل الشكر لكل من ساهم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة شكرا لأشواق شكرا لأيمن وكل الشكر لكم مستمعين الكرام وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة يا السلام عليك يا دكتور دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي